السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مدير عام نادي توفيق شرف العلوي بتقديم كأس سطبلية الصخير إلى المضمر الفائز يوسف طاهرة ثم قدم كأس المرحوم سيد شرف العلوي إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة ثم قدم سيد إبراهيم العفو كأس المرحوم عبدالهادي العفو إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة كما قدم كأس الصخير إلى المضمرة والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع اختتمت يوم أمس الجولة والولا والافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسبقات السرع لدراكريس والذي أقيم على مضمار السرع في حلبة البحرين الدولية بتنظيم من ندي سباقات السرع والاتحاد البحريني للسيارات وسط حضور جمالي كبير من عشاق هذه الرياضة شهدت المنافسات ثارة كبيرة باشتراك العديد من المشاركين من داخل المملكة وخارجها تقام في الساعة السادسة والنصف المساء اليوم المباراة النهائية الثانية لكأس السوبر البحريني لكرة السلة عندما يلتقي بطل الدوري والكأس فريق المنامة مع ثانية دوري فريق النادي الأهلي وذلك على صلة تتحدي كرة السلة في أم الحصم وإسعى المنامة للفوز باللقب بعد انتصاره في المباراة الأولى بينما يأمل الأهلي في تأجيل حسم التتويج إلى مباراة فاصلة